موسيقى موسيقى بسم الله رمان رحيم أهلا بكم أظن زينا سيكون في حالة من السعدة والباجة بهذا الإطار الذي يطال انتظاره هو انتظار لكن النتيجة تستعقى هذا الانتظار من أمامي النادي الآلي وخلفنا نيل الخالق إطلالة ولا أروع نلتقي بحضراتكم علشان نقول مع بعض من خلال سبيدي أستاذ بريم بنيسي ملكتبة بينتمد من المتابعين أهلا بك يا برشمودي أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم ألف مبروك ألف مبروك لكل أهلاوي ألف مبروك لكل واحد عايز استمتع بشاشة رياضية متميزة جدا ألف مبروك لكل إنسان انتظر هذه اللحظة المهمة جدا في تاريخ الأهلي الإعلامي أعتقد تاريخ النادي الأهلي الحافل بالكتير من الأيام والبطولات والألقاب والتتوجات والإجوان الحلوة جمهوره النهاردة بيستقبل هدف رائع جدا يفرح به بيحرص به بطولة كبيرة جدا عشان يستمتع بشاشة أعتقد هتشوفه كتير فيها من التميز كتير فيها من النجوم كتير فيها من الأفكار عشان تكون نقلة نوعية كبيرة جدا في تاريخ الأهلي الإعلامي الحقيقة يعني برضو لازم نقول لهم إن من خلال الحوار الدائم بيننا وبين شركة لايف والحقيقة حطت إمكانات ضخمة جدا بإذن الله يلمسوا هذه النتيجة من خلال صورة وصوت غير مسبوقين بإذن الله لكن إحنا كل اللي نملكه أداءنا نوعد الناس إن إحنا هنقدم لهم سوابة النادي الأهلي هوية البرنامج ولكن في شكل جديد يا أستاذ إبراهيم بالتأكيد لأنه الأهل زي ما بيجدد فرقته وزي ما بيعمل صفقات كبيرة جدا تدعم كل فرق رياضية بيدعم صفوفه الإعلامية بيطور شاشته بيحدث نقلة كبيرة جدا نوعية في الإعلام الرياضي قناة الأهلي اللي كانت رائدة الإعلام الرياضي الفضائي في مصر أعتقد زي ما كان النادي الأهلي صاحب السبق التاريخي في امتلاك مجلة ثم السبق التاريخي في امتلاك قناة ها هو يحدث هذا التطور النوعي الكبير جدا في مستوى شاشة قناة الأهلي ملك وكتابه جزء من هذه الشاشة اللي ارتبطوا بيه حضراتكو على مدار 543 حلقة الجميل يا سيد إبراهيم اه إن الإطلالة حتى التفكير فيه فلسفة جديدة برامج مش كله متسجل في مكان واحد فيه تنوع كل برنامج ممكن حسب هويته يطلع من حتة مختلفة زملاء جدا لازم نفخر إن معانا دلوقتي العظيم مصطفى عبدو المجري وكتير جدا من النبوم وكتير جدا من الصباقات اللي المهندس عادلي عايز يبوح بيها لكنه مهندس الصباقات مش دايما وأبدا بيكشف عن كل اللي عنده لكن حضراتكو مؤكد هتستمتعوا جدا بشاشة تليق بطموحاتكو تليق بانتظاركو تليق بالوعود وتليق بهذه الشراكة الكبيرة هكذا عندما يتلقى الكبار وهكذا عندما يتشارك الكبار الأهلي وشركة لايف لاتنين هيقدموا لكو شاشة تليق بالنادي الآلي تليق بمستوى طموحات النادي الآلي ملك وكتابة أعتقد حضراتكو حفظت الملك بتاعه أكتر مننا ملك وكتابة من أول ظهور له من 543 حلقة كان دايما وأبدا يا باش مهندس رفع شعار ما تخافش على الأهلي والخلاف دايما وأبدا أو الاختلاف دايما وأبدا مع المكتوب وليس الكاتب مع ما قيل وليس من قال ثوابت المهنية وقيمه الأهلوية أعتقد حضراتكو كلها حفظتوها وهتلاقوا فيها كتير جدا من الفقرات الجديدة لا وده خلال حقيقة خلال وانت بتتكلم معني بالتوسيق احنا بندقق لكن بنواصق مش بنوكلام مرسل مش مجرد ان احنا ناس يعني مندفعين عاطفيا بندفع وخلاص احنا بنصوب الأمور ودي قضيتنا أستاذ إبراهيم ان احنا بفكر نقدم لحضراتكو حاجة جديدة من خلال هذا البرنامج هتبقى فيه فقرات فقط معنية بضبط المصطلحات هتقول يعني دبط المصطلحات التفاصيل بقى بإذن الله هتشاركون فيها وحيبقى فيه تفاعل وتناغم لأن من خلال ضبط المصطلحات هنستطيع أن نرسخ الكثير من القيم والمبادئ وناخد مع بعض منهج كيف نحب الأهل بشكل إيجابي هكذا يكون الدور وهكذا تكون المسئولية كيف تحب الأهل بشكل إيجابي إزاي تساعد بلدك إزاي تدعم بلدك إزاي تقف بجانب النادي الأهلي إزاي دايما وأبدا تكون في صف النادي الأهلي مش ضده احنا في ظهرنا النادي الأهلي لكن عايزين جمهورنا دايما وأبدا يفضل في ظهر النادي الأهلي في ظهر النادي الاهلي دايما بيسانده دايما بيساعده دايما بيفرح دايما بيعي رسالة النادي الاهلي بيدرك دور النادي الاهلي الوطني ودايما وابدا الاهلي بجمهوره واقف في المربع الصح ده تاريخيا عشان كده ملك وكتابه جزء منه التفاعل يا باشموندس هيكون معني زي ما اتفقنا ازاي صوت حضراتكو يوصل لنا اول باول وانت بتتفرج علينا ازاي تقول رأيك فينا وفي اللي احنا بنقوله وتشوف رأيك وتسمع كلامك صوت وصورة لحظة بلحظة كتير جدا من الفقرات الجديدة التفاعلية في ملك وكتابه هتستمتعوا بيها لكن كمان اضاءة الشموع الحمراء هتبقى مسألة مهمة جدا القاء الضوء على مواقف كتيرة واحداث كبيرة واخبار تخص النادي الاهلي وده اللي عايزين نقوله واحنا معانيين بقى بالنادي الاهلي وعايزين نقدم لكم هو جديد ونحكي لكم عنه وعن رموزه الشموع الحمراء ده اسم من ابتكارات استاذ ابراهيم ولكن انا الحقيقة سعيد بيه جدا لانه كثير من الشموع الحمراء والرموز اضاءت مش للنادي الاهلي اضاءت للرياضة المصرية طريقها وخدت بيدها وده بيوصلنا الى النقطة المهمة نحن لدينا رسالة خاصة تخص النادي الاهلي لكن ايضا في اطار الرسالة العامة اللي هي احنا معانين بيها رسالتنا للرياضة ككل وما يدعم المناخ الرياضي والروح الرياضية علشان كده من امام او من جانب النادي الاهلي وعلى شاطئ نهر النيل الخالد المتدفق سيستمر النادي الاهلي ويبقى ملك وكتابة الملك هو الاهلي والكتابة كل ما يكتب على هذا الملك هتستمتعوا حضراتكو بشاشة اهلوية تليق بطموحات الاهلي الف الف مبروك ومع بعض هنروح الى استوديوهات الاهلي في الانتاج العلامي